السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في تدابيرنا ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير تكونوا مهنين يا ربي في الصحة وكل شي الوصفة تاليوم اخواتي وصفة لزابا تعلجج بطريقة خفيفة وبنينا لما يكوش لزابا كي يشوفها بها الطريقة جي بزاف بنينا بطا مقلية وحشيش مقطفة جي بزاف بنينا طريقة خفيفة وبنينا وما طلبنش بزاف الوقت في وقفة نديروها هادي هي هادي موش نسحقو حنا يا نسحقو الحاجة السهلة الاقتصادية ونكون مليحة جوزو على بركة الله في الطريقات على التحضير ديالها والمقادر المقادر ديالها بزاف بسيطة ما فيها حتى يعني ما فيهاش مايش كومبليكي بزاف ما فيهاش بزاف المقادر لازم لنا لزابا تعلجج سير نغمال اللي درتنا الكبدة والكوان نزو القلوبة وبطا مقلية قطعتها بالرشت هاكدا تحبو تقطعوها بشكل اللي حبيتو انا برشت هاكدا وفليزي بيس درت حبت الحلاوة هاداك اللي بيس لابا لكم بزافنا اللي خدمتوه ودرت العكري درت شوية كمون وفلفل لكحل ندرت هنا فلفل بيض وشوياتهم يعني المقادر تسبوهم كان في صندوق الوصف نبدأ بالبسطة مقلية هيا لولاني ندرتها تتقلة وبعدها جفت مقلية وحد اخرى درت فيها شوية زيت وارميت فيها هادوك الكوانز و القلوبة نقلي شغل نقليوهم هاكدا في الزيت يعني كيدخلهم طياب هكا باش نضيفوا المقادر الاخرين بعدما يدخلهم طياب بها الطريقة هاكدا كما راكوا تشوفوا شغل نقليوهم نضيفوا عليهم الاخرين الكبدة ونضيفوا عليها الزيت بيس اللي عندنا ولبلكم الزيت بيس هادو هما اللي زيدوا لها بلنا سوقتو هادا كلي بيس اللي خدمتو في في يا ربي القصبارة وفي الزنجابيل في الكمون في بزاف الزيت بيس هاكدا نخلطو لها كامل بعدها نضيف لها كاستعمة كاستعمة وخلوها تطيب في غردها كاستعمة وزيت لها شوية قطعت لها شوية شوية حشيش هي القصبارة قطعت لها شوية حشيش للغصان تعل حشيش قطعتهم هاكا باش يزولها في البنة وهذا كالعكرية الحمر ضرتوه باش يتبدل لونها يعني ما تجيش لاكولاغ ديالها شوية شغل صفرة تبدل لون ديالها يمدلها لون شباب ويجي بزاف بنينة بها الطريقة صدقوني غير يعني ما تطلبش الوقت بزاف يعني نقدروا نستعمل نتخدموها حتى في رمضان في دوزيان بلا نكونوا مزروبين ولا ننسى الخدامات ولا ديفوها ميكاش الوقت يعني تنجز دوزيان بلا خفيفة هايليك هنا بعد ما طابت هايليك المرقدية لها كيفاش تكون اللي هنا نحبس لها بدوك نزيد لها الباسة المقلية اللي كنت قليتها هايليك الباسة قطعت هاكي ما تحبوه حبيتو تبرجوا هاكي حبيتو ديروها كي ما حبيتو نضيف الباسة اللي عندي ونقلب كلش على خطرها نخلطهم هاكا باش تشرب هاديك المرقة ديالها تشربها البطاطا زيد لها في البناء يعني طبق ساهل وخفيف وبنين هادوش نسحقوه احنا تزيريين نسحقوه البنين والاقتصادي هاكي انا اغلقت عليها شوية ياربه وحزوش تقايق والله قيسما شربت مليحة ديك المرقة كماراك كتوفوها وين تفتحت عليها هايليك ودوك نحطوها في طبق التقديم هايليك هنا قدمتها معاقطات لها طماطش والحار باس كلكي بدنات ديني شوية طقيلة لا نعرف بالنسبة لي انا شوية تقيلة نزيد لها الحار وطماطيش عكا باش نتكل جيبس بنينا بيهم هاكده اخواتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفاتي اليوم ونتمنا ديروا الجام الفيديو والباختاج كما كل مرة نقول لكم الباختاج وما تساونيش بالجام والباختاج وشنو تاني والاشتراك هاكده اخواتي ها يعطيكم صح اخواتي على الدعم ديالكم لياه